ايو ايو الجزء اللي عندك ده رويه راي على البارد مش راي على الحامي راي على البارد مش عارف يعنيه راي على البارد؟ يعنيه راي على البارد صحيح مصطلحات زراعية دايما احنا بتلغبطنا اول ما بنسمعها بس الكلام ده طبعا في الاراضي الزراعية معروف ومشهور بس طبعا احنا في الزراعات المنزلية ما نعرفهاش امتى يعني ايه نعمل راي على البارد وايه راي على الحامي فمبدئيا كده الري على البارد هو اننا بروي الارض ببطء يعني المية بتمشي جريانها ببطء يعني بتمشي مع جريان السطحي كده للطربة طبعا انت بتعمل الكلام ده من غير ما انت تاخد بالك لكن هي دي مصطلحات لما انا اقولك اعمل راي على البارد يبقى المية بتمشي ببطء شديد ده طبعا بنعمله في حالات معينة وامتى بقى بعمل الحالات بتاعت الري على البارد او الري ببطء ان انا بشبع التربة امتى بعملها ان انا مثلا لسه نائل الشتلات فمحتاج ان انا رويها ريا بطيئة ومشبعة امتى برضو تاني مش عايز اعمل انجراف للبزور لو تفتكروا لما كنا بنزرع الاحواض الزراعية البزور لسه صغيرة بتاعت الجارجير فطبعا مش عايز اعمل لها انجراف لو المياه ماشية بسرعة هتخلي البزور بتاعت بتنجرف بسرعة حاجة تانية مثلا ان انا بروي ببطء عشان خاطر درجات الحرارة اللي بتكون عالية فانا محتاج المياه بقدر الامكان في التربة فبروي برضو ببطء عشان خاطر المياه تفضل في التربة اكتر وقت ممكن اشتركوا في القناة وبالنسبة بقى للراي على الحامي فهو عكس الراي على البارد الراي على البارد بيكون راي ببطء اما الراي على الحامي بيكون المياه بتمشي بسرعة بتمشي بسرعة بتمشي بسرعة بتمشي بسرعة ببالما انتوصل لنهاية الخطوط فانا بوقف الراي مباشرة امتى بعمل الكلام ده لأسباب برضو معينة اول سبب معانا وهو اننا بكون متنبئ بسقيع جاي فبروي راي سريعة عشان لما ييجي السقيع يحميلي النباتات من السقيع ايوة الراي بيحميلي النباتات من السقيع اللي هييجي علي وفتكروا كلامي في الحلقة لما قلت حماية النباتات من السقيع ده الكلام ده في بداية حلقتنا من القناة اخليها لك تظهر فوق عشان برضو تتفرج عليها يعني اول حاجة انه هو بيحميلي النباتات من السقيع اللي هو الراي السريع تاني نقطة بها مهمة جدا جدا وهي لما بيكون فيه اعفان جزور في التربة فما ينفعش معها الراي اللي على البارد لان الراي على البارد هيزودلي الاعفان بزيادة فلازم قدي الراي سريع بكروت النبات بديله نسبة رطوبة وفي نفس الوقت ما زودش الاعفان بزيادة فعشان كده بيتصلح للحالات دي اللي هو الراي على الحامي لما بيكون فيه اعفان جزور حاجة بقى اخيرة وهو فترة التزهير فترة التزهير لو تفتكروا ان احنا بنقول دايما نتجنب الراي ببطقة او نتجنب الراي عمتا وقت التزهير ليه لان الراي وقت التزهير بيوقع الظهور طب افرض الارض نشفع هنعمل يبقى في الحالات اللي زي دي يبقى لازم نروي ري حامي بحيث ان الظهور بتاعتي ما تقعش الكلام ده بينطبق برضو على معظم النباتات وبينطبق برضو الراي على الحامي لنبات الفاصولية لنبات الفاصولية حساس دايما للازهور بتاعته بتقع بسرعة فدايما بيبقى الراي دايما في الفاصولية بيبقى ري على الحامي فطبعا دي نقطة مهمة لازم تكون ونقطة مهمة ومصطلحات زراعية لازم تكون عارفها وكده انا اكون نهاية حلقتي على المصطلحات الزراعية طبعا المصطلحات الزراعية مش هتنتهي معايا. هفضل اقول لكم المصطلحات الزراعية ومعانيها. آآ كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكون اضفت ليك معلومة جديدة. تمنياتي لكم يا رب مزيدا من التوفيق. اشوفكم على خير اصدقائي العزاء. مع السلامة. اشتركوا في القناة